اسم الدرس المصدر من الفعل الثلاثي المزيد المصدر هو اسم يدل على الحدث دون الدلالة على الزمن الحدث مختلفاً عن الفعل لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن في آن واحد ما هو الفعل الثلاثي المزيد؟ الفعل الثلاثي الأصول يقبل أن يزاد عليه حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة لأن الحد الأقصى في عدد أحرف الفعل ستة أحرف لا يتعدها وبناء على ذلك ينقسم الثلاثي المزيد فيه إلى أقصى من ثلاثة باعتبار عدد الأحرف الزائدة فيه لأنه إما أن يكون زائداً بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة أولاً الثلاثي المزيد بحرف واحد وله ثلاثة أوزان وهي أفعل بزيادة همزة قطع في أوله مثل أكرم أملى أمعطى أعدى فعل بزيادة ألف بين الفاء والعين مثل ماطلة فعل بزيادة حرف من جنس عينه مضغم معها مثل قدر شدد عود صلى ثانياً الثلاثي المزيد بحرفان له خمسة أوزان وهي افتعل بزيادة ألف قبل الفاء وتاء بعدها مثل اجتمع انتصر امتاز اتصل اضطرب اعتد انفعل بزيادة ألف ونون في أوله مثل انكسر انعقد انقاد انمح انشق تفعل بزيادة تاء في أوله وحرف من جنس عينه مضغم معها مثل تمدد تعلم تزك ترج تفاعل بزيادة تاء قبل الفاء وألف بعدها مثل تناوم تبادل توالى تحاج افعل بزيادة ألف في أوله وحرف من جنس لامه مضغم معها مثل ابيض اعور اربد اعوج ثالثا الثلاث المزيد بثلاثة أحرف له أربعة أوزان وهي استفعل استفعل بزيادة ألف وسين وتاء في أوله مثل استغفر استجار استعد افعو على بزيادة الألف في أوله والواو وتكرير العين بعد عينه مثل اعشوشب اغدودنا اخشوشنا افعال بزيادة ألف في أوله وألف بعد عينه وحرف من جنس لامه مضغم معها مثل احمار اشهاب ادهام افعو على بزيادة ألف في أوله وواوين مضغمتين بعد عينه مثل اجلوذ اعلوط يتحصل من هذا أن الثلاث المزيد له اثنى عشر وزنا أو بناء أو صيغة كيف نشتق المصدر من الفعل الثلاث المزيد؟ مصدر الثلاث المزيد بالهمزة افعال اذا كان صحيح العين الوسط يكون مصدره على وزن افعال مثل اكرم اكراما اذا كان معتل العين يكون مصدره على وزن افعال فيقع حذف الألف في وزن افعال وتعويضها بتاء مثل اشارة اشارة مصدر الثلاث المزيد بتضعيف العين فعال اذا كان صحيح اللام الاخر كان مصدره على وزن تفعيل مثل كبر تكبيرا وحد دوحيدا اذا كان معتل اللام يكون على وزن تفعيلة مثل رب تربية نم تنمية اذا كان مهموز اللام اخره همزة فالاغلب ان يكون مصدره على وزني تفعيل وتفعيلة مثل خطأ تخطيئا هناك افعال صحيحة اللام ومع ذلك جاءت مصادرها على الوزنين تفعيل وتفعيلة مثل كمل تكميلا تكملة مصدر الثلاث المزيد بالالف فاعل مصدره القياسي على وزن فعال ومفاعلة مثل ناقشة نقاشا ومناقشة قاتل قتالا ومقاتلة مصدر الثلاث المزيد بحرفين الثلاث المزيد بحرفين من وزن افتعال مصدره دائما على افتعال مثل اجتمع اجتماعا الثلاث المزيد بحرفين من وزن انفعل مصدره دائما على وزن انفعال مثل انطلق انطلاقا الثلاث المزيد بحرفين من وزن تفعل مصدره دائما على وزن تفعل مثل تكسر تكسرا الثلاث المزيد بحرفين من وزن تفاعل مصدره دائما على وزن تفاعل مثل تمارضة تمارضا الثلاث المزيد بحرفين من وزن افعل مصدره دائما على وزن افعلال مثل اصفر اصفرارا مصدر الثلاث المزيد بثلاثة احرف اذا كان الفعل ثلاثيا مزيدا بثلاثة احرف فمصدر استفعال دائما على وزن استفعال مثل استفهما استفهاما التمرين الاول اكمل تعمير الجدول الموالي الفعل وزنه المصدر وزنه تقدم تنازل تناول تحطم الاجابة الفعل وزنه المصدر وزنه تقدم تفاعل تقدم تفاعل التمرين الثاني اكمل الفراغ بالفعل او بالاسم الذي اشتق منه الاسم المشتق الفعل اقبل تقديم انشأ مرافعة نظال انتصار ارتعد تقبل تصارع اخذرار استخرج الاسم المشتق الفعل اقبال اقبال اقبل تقديم قدم انشاء انشأ مرافعة رافع نظال نازل انتصار انتصر ارتعاد ارتعد تقبل تقبل التمرين الثالث أكمل الجملة بأسماء مشتقة من الأفعال الآتية اختفى انفصل امتطى منذ ابنها الأكبر الطائرة و عن ناظريها في الأفق الفسيح شعرت آمنة بي شيء عن روحها الإجابة منذ امتطاء ابنها الأكبر الطائرة واختفائه عن ناظريها في الأفق الفسيح شعرت آمنة بانفصال شيء عن روحها ترجمة نانسي قنقر